إذا قدرنا نشكل هذه القطع بمكانها الصحيح راح نحصل على أحلى هاتف اللي شوفونا قدامكم من دهينك فون طبعا هذا الهاتف هاتف تحداني لهذه السنة يمكن أصعب هاتف فتحته لهذه السنة وبحد ذاته هو كان مجرد تحدي من الشركة نفسه الشركة المصنعة لهذا الهاتف تحدثت جميع وقلت لهم نقدر نراويكم شنو الموجود داخل الهاتف وفعلا أنه سوت هذا الهاتف في الهاتف الشفاف اللي بدور احتوى على لدات موجودة بالخلف وكان تصميمه بريميوم حرفيا طبعا هذا هو من الوكالة الحصرية بالعراق اي تيلوبي اللي وفرت نسخة الجلوبال اللي موجودة والعالمية اللي بيه اختلافات عن النسخة الهندية واللي ممكن تظهر بها مشاكل اثناء التجربة نفسه فاليوم راح افتح لكم هذا الهاتف اللي يجيس على تقريب 470 دولار ونشوف شنو موجود بداخلي هذا الباك كافر اللي شوفونا قدامكم الزجاج الغالق هذا بيه الطبقات من اللاصق هي ممكن تكون اقوى شي موجود لأنه بحد ذاتها مساحاتها خفيفة وبيها متان عالية حتى تمنع دخول الغبار ورذاذ الماء لجسم الهاتف وما تشوه الجسد اللي موجود من الداخل لأنه هذا الهاتف يعتمد بنسبة جدا كبيرة على جماليتي انه كيف يكشف لك القطع اللي موجوده بداخل الهاتف اذا اجيت حتى تفتحها فهنا راح تشكل لك عقدة نفسية وراح تكتشف انه واحد من اصعب الهواتف اللي اليوم تقدر تفتحها وترجع تغلقها وتحافظ على نظافته حتى ما يدخل غبار داخل طبقة الزجاج هنانا بديت افتح المسامير وهذا الشي تقليدي ولكنه بعد فتح المسامير عنده غوالق موجودة هذا الغوالق هي لواسق وبنفس الوقت تنطيق جمالية موجودة وبهذه اللواسق اكو فد كونكترات موجودة بالباق اللي هي للدات نفسة او ممكن لشحن الويرلس وبها غوالق مثبته بصراحة اردق لكم شغلة انه كوالتي التصنيع اللي موجودة على هذا الهاتف انا مسؤول عنه حرفيا وحدة من اقوى جودات التصنيع اللي ظهرت عندنا مجددا طبعا هنان هذا غالق الشبكة اللي موجود واللي قدرت الشركة بهذه القطعة الحامرة اللي شوفونا قدامكم تخفي لك الشكل ولكنه تسمع لك الدغول الشبكة او التردد هذه السماعة الثانوية اللي هي موجودة بالعلى لانه هذا الهاتف هو دول سبيكر داخلها راح نشوف كونكترات اثنيا وبعدين راح اقلكم المنهد هذا الغالق اللي موجود بالاسفل شوفوا شون اكو بيه طبقات من الاسفنج وهذه هي اللي تنطيم متانة اكبر وتنطيم مساكل للكونكترات في حال انه نتعرض للصدمات او غيرها هذه الطبقة اللي انا حاليا قاعد ازيله هذه هي اقوى تحدي موجود واللي هي فتعنصر جدا كبير موجود داخل الهاتف اللي يشكل لك شحن الويرلس ويشكل لك الجمالية بنفس الوقت وبنفس الوقت يكون فد ماسك للبورد وقطع الهاتف بس ما راح تقدر ازيله قبل ازيل اللي موجود على الكاميرات لانه اكو داخل مسامير شوفوا طريقة تخبئة المسامير هي طريقة جدا معقدة وتحتاج من عندك وقت جدا كبير حتى تعرف شلون ازيلها بشكل صحيح وتقدر تركبها مرة ثانية هذه هي القطعة اللي اعتبرتها تقريب اهم قطعة تنطيق جمالية ومساكة وبنفس الوقت تنطيق فعاليات بالنسبة للدات وغيرها فقطعة جدا مهمة لازم تحافظ عليها من التلف احنا اتوقع بدين نوصل للهاتف التقريدي كونكترات موجودة للشحن وكونكتر الشاشة كونكتر المني بورد وهذه هي اسلاك الهوائيات اللي موجودة اللي بدورها تنقل ترددات الشبكة هذي كونكترات الكاميرات طبعا الكاميرات انا 50 ميكا بيكسل موجودة كاميرات جدا جميلة بها اوبتيكال مجيستوبلايزيشن وكاميرات تنطيق اداء محترم طبعا الهاتف يجيب ذاكرة يام 2650 اما 512 على رامات موجودة ثمانية زائد المعالج اللي موجوده 778 بلاس من ستناب دراجون فد مواصفات حلوة موجودة على هذا الهاتف ولكنه اعتماد كواليتي التصنيط طبعا هذا المادة اللي شوفنا قدامكم هذي هي فد ماص حراري موجود ومشتت حراري حتى يوزع لك حرارة على انحاء الهاتف طبعا اكو طبقات من السفنج موجودة داخل البورد او بين البورد والفرايم او الشاس اللي موجود واللي هو بظاهرة ممكن تكون الشاشة موجودة حتى ينطيق فد مساحة كبيرة ويمسك البورد هما تكون فد ماصك اضافي طبعا هذي السماعة الاساسية اللي موجودة بالاسفل رح تشوف انه اكو جوه تركيبة هتجيبه موجودة للمني بورد اللي بدوره ممكن ينطيق هوايات وينطيق مدخل للشرائح اللي موجود زائد انه منفذ للبصمة اللي موجودة داخل الشاشة هذا هو المني بورد اللي يحتوي عليه شغلات جدا كثيرة واكو نقطة مهمة لاحظته انه الشركة هنااني شركة ناثينك حاولت بشكل جدا كبير تغلق لك المسامات اللي موجودة والثقوب اللي هي للشحن والشرائح والسماعات حتى في حال انه تعرض هذا الهاتف لردات الماء ما يسلل ويدخل الداخل الجهاز حتى ما يتلفأ لك بالنهاية هذي اللي شوفونا قدامكم هي محتوية الهاتف من الداخل كقطع هاردوير اليوم قدرت الشركة تجمعها بشكل جدا دقيق حتى تخرجنها بهاتف هاتف مختلف هاتف ينطيق جمالية موجودة جدا عالية وينطيق لمسات مختلفة تمنى عجبتكم الحلقة ونلتقى في حلقات قادمة ترجمة نانسي قنقر